العسكرية نعم هناك قتال شرس للغاية في بخموت لأول مرة نرى فلاديمير بوتين يزور مدينة ماريوبول الأوكرانية ويتجول بها ومشاهد تم نشرها عبر الإعلام الروسي لكن في النهاية هناك حالة من الصمود على الجهة الأخرى زيلينيسكي أيضا زار بخموت والتقى بالجنود وأوضح من خلال هذه المشاهد التي أراد أن ينقلها للعالم بأن هناك أيضا لازالت حالة كبيرة من الصمود والتحدي وأن كانت هناك مشاهدات مناشدات أكبر للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الاتحاد الأوروبي بضرورة دعمهم بالسلاح والزخيرة في الفترة الراهنة لكن المفاجأة هنا التي يتحدث عنها الإعلام الأمريكي هو عن نفاذ أو قلة وجود الاحتياط من الأسلاحة والزخيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث هنا عن تلك الصواريخ صواريخ استينجر المضادة للطائرات والتي تم مد الجيش الأوكراني بها على مدار كل تلك الشهور الماضية نتحدث عن عام وشهر سنة وشهر ولازالت حتى الآن هذه الحرب الأوكرانية الروسية جارية وهناك نداءات قوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للمجتمع الدولي بضرورة الوقوف بجانب أوكرانيا وهو ما حدث على كافة المستويات حتى فيما تعلق بالمستوى الرياضي هناك استبعاد لكل الفرق الرياضية الروسية من المشاركة في أي فعاليات رياضية دولية سواء على مستوى كرة القدم وهذه البطلات الدولية أو على مستوى الألعاب الأولمبية لكن فيها النهاية نتحدث عن أنه يبدو بأن هذا الصراع ممتد وممتد وأننا أمام حالة من حالات الصراع العالمي هل من الممكن أن تنزلق الأمور لما هو أسوأ؟ هذا الأمر محل تساؤل خاصة مع دعم إيران لروسيا لقاء رئيس الصيني بلد مير بوتين في قصر الكريملين بومسكو وأيضا على الجانب الآخر انضمام فنلندا لحلف الناتو بعد موافقة تركيا يعني الإجراءات تسير بهذا الشكل هناك أيضا محاولات لضم السويد تركيا لا زالت حضرة في هذه المحادثات وبقوة لكننا في نهاية نتحدث عن تصعيد من هنا وآخر من هناك خاصة بعد إسقاط روسيا لهذه الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود